انتشرت خلال الأيام اللي فاتت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لبيع عربية مرسيدس موديل 1985 بمبلغ كبير جدا وده بسبب انها كانت العربية الخاصة بوزير الدفاع الأسبق المشير الراحل محمد عبد الحليم أبو غزالة في الفيديو ده هتتعرفوا على سبب عرض عربية المشير أبو غزالة للبيع وتأمنها كان تابعونا مالك العربية المرسيدس اس كلاسس موديل اس 280 والخاصة بالمشيرة بوغزالة قال انها من طراز سنة 1985 لونها الخارجي أزرق وعجلتها 15 بوصة ومشي ألفين كيلو متر بس وهي لسه على حالتها الأصلية من غير أي تعديلات في الدهام مالك العربية وضح كمان ان المقصورة الداخلية للعربية في حالة كويسها وبفرش جلدي للكراسي ولوحة قيادة لونها اسود وبتمتد للعدادات ولمسات من الخشب موجودة أسفل الجزء العلوي من لوحة القيادة وبمحرك 6 سلندر 2800 سي سي بقوة تبلغ 185 حصان وبعزم دوران 240 نيوتن متر ونائل حركة مانويل من أربع سرعات وبتصل لسرعة 100 كيلو متر في 10 ثواني بس من الثبات وسرعتها القصوى بتتجاوز 200 كيلو متر في الساعة صاحب العربية عرض سعر 600 ألف جنيه لبعها وده لقيمتها التاريخية وحالتها الندرة وطلب من اللي عايز يشتريها التواصل معاه على صفحته الشخصية على فيسبوك من المعروف أن المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة أحد أعظم قادة القوات المسلحة وتولد في 15 يناير سنة 1930 في قرية زهور الأمراء بمركز الدلينجات في محافظة البحيرة تخرج في الكلية الحربية سنة 1949 وبترجع أصول عائلته إلى قبيلة أولاد علي صحبة التقاليد العربية والمبادئ الأصيلة زير الدفاع الأسبق شارك في حرب 1948 وهو طالب في الكلية الحربية وشارك كمان في صورة 23 يوليو 1952 وحرب سنة 56 وبعدها حرب الاستنزافة وأخيرا حرب أكتوبر 1973 وكان وقتها قائد للمدفعية في الجيش الثاني اللي زلزلت حصون العدو مع القوات الجوية قبل عبور القوات إلى الجبهة الشرقية تدرج المشير في المواقع القيادية العسكرية حتى تم تعيينه مديرا لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وبعدها وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة وبعدها كمان تمت ترقيته لرتبة المشير وبعد كده أصبح نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة سنة 1983 وبعدها تم تعيينه مساعد لرئيس الجمهورية من المواقف الإنسانية لأبو غزالة أن أحد المجندين في مركز الاستطلاع بجوار مقر وزير الدفاع في حلمية الزتون كان مضرب عن الطعام في يوم من الأيام وعايز يقابل وزير الدفاع وبالفعل قبله أبو غزالة وسمع شكوته وعرف أنه بيعاني من ظروف مادية صعبة وأن مرتبه مش بيكفيه فأمر أبو غزالة بصرف 300 جنيه ليه وأعطاه 500 جنيه تانية من جيبه الخاص المشير أبو غزالة رفض العلاج على نفقة الدولة لما تصب بمرض سرطان الحنجرة ومات في 6 سبتمبر 2008 وكان عمر وقتها 78 سنة